قال الدكتور عبد الملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية إن قضية المناظر محمد قحطان يجب أن تصبح قضية الجميع وأن تكون معيارا لمصداقية وجدية ونجاح وإنسانية أي عملية تبادل أسرى وشدد المخلافي في تصريح للصحوانت على ضرورة وضع حد لهذه الجريمة والمعاناة غير المسبوقة لشخص كان كل ذنبه أنه رجل سلام وحوار وداعية سلام وأشار المخلافي إلى أن جريمة إخفاء السياسي والوطني الكبير محمد قحطان تعبير واضح عن بشاعة الحوثية وانقلابها الدموي على الدولة وعلى المنظومة السياسية وعلى التعددية وحرية الرأي والتعبير وأكد المخلافي على ضرورة أن تكون قضية قحطان هي محل أولوية في تبني الدولة والشرعية في اتفاقات تبادل الأسرى ومحل تبني المنظمات والجماعات الحقوقية ومحل تبني الأحزاب السياسية فهو سياسي مدني وداعية للحرية والتعددية تم خطفه وإخفاؤه بدون حق أو سند من قانون من قبل جماعة غير شرعية وقلابية واعتبر المخلافي جريمة اختطاف وتغييب قحطان نوع بشع من الغدر والعقاب السياسي على آرائه ومواقفه الحرة